بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري خمسة أذكار يحبها الله وهي غالية عنده جدا تحقق الأمنيات والدعوات وأول هذه الأذكار هو الصلاة على محمد وآل محمد التي لا نقاش فيها في قضاء الحاجات بل إن كل دعاء لا يرفع للسماء إلا بالصلاة على محمد وآل محمد ولا تقبل صلاة الفريضة إلا عندما تقول في التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد وكل ما في حياتك من خير إنما هو بفضل الفيض الله الذي نزل عليك بسبب محمد وآل محمد فعلماءنا الأعلام لهم طرق كثيرة في قضاء الحاجات عن طريق الصلاة على محمد وآل محمد لأن الله سبحانه وتعالى قال في حديث قدسي آليت على نفسي أي أقسمت على نفسي ألا أرد دعوة داع أقسم علي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين الله قد أقسم والله سبحانه وتعالى عندما يقسم انتهى الأمر هذه الأسماء الخمسة التي دارت عليها القرون الأولى نوح عليه السلام فالطوفان وإذا بجبرائيل يقول له ماذا؟ يا نوح خذ هذه المسامير وضعها في السفينة اضربها في جوانب السفينة كل مسمار كان مكتوب عليه محمد ومسمار آخر علي ومسمار آخر مكتوب عليه فاطمة ومسمار آخر مكتوب عليه الحسن ومسمار آخر مكتوب عليه الحسين يوسف عليه السلام ما خرج من الجب إلا بدعاء النبي محمد وآل محمد أي كان يتوسل بمحمد وآل محمد ما جعل الله النار بردا وسلاما على إبراهيم إلا عندما قال له صل على محمد وآل محمد موسى ما فلق البحر إلا بذكر محمد وآل محمد زكريا بعمره الكبير في السن وزوجته العقيمة ما كان ليكون عندهما ولد وهو يحيى عليه السلام إلا بذكر محمد وآل محمد بل إن جميع كرامات الأنبياء ومعاجز الأنبياء ما كانت إلا لحبهم وعشقهم وتوسلهم بالله عز وجل بمحمد وآل محمد ما رجع يوسف ليعقوب إلا بذكر محمد وآل محمد وهذا الأمر لا نقاش فيه لذلك من أفضل الأذكار بأنك تصلي على محمد وآل محمد من مئة مرة إلى ألف مرة وتهديها لأهل البيت عليهم السلام فإذا ما فعلت ذلك فاعلم بأن حوائجك مقضية حتما وقطعا إن شاء الله أما الذكر الآخر فهو تسبيح فاطمة عليه السلام هذا التسبيح الذي حث عليه الإمام الصادق عليه السلام وقال إننا نأمر أولادنا بتسبيحة فاطمة كما نأمرهم بالصلاة وهو لا يوجد هناك تسبيح أعظم من هذا التسبيح في قضاء الحوائج ولذلك نجد يعني علماءنا الأعلام ومنهم آية الله الشيخ الأراكي يقول فورا عندما تكون لدي حاجة فأنا أخذ المسبحة وأسبح تسبيحة السيدة فاطمة عليه السلام ثم أطلب حاجتي فتنقضي حتما وقطعا يعني في كل مرة وجرب انذر نذران وقل أنا مثلا أهدي مولاي الكاظم عليه السلام يعني مئة مسبحة مئة مسبحة أو تسبيحة من تسبيحات السيدة فاطمة عليه السلام وسوف ترى العجائب في قضاء الحاجات أما الذكر الثالث الذي يحبه الله سبحانه وتعالى وهو غال عليه جدا هو ذكر لا إله إلا الله هذه لفظة التوحيد هذه اللفظة التي ضحى الأنبياء والأوصياء والمؤمنون والمؤمنات إلى يومنا هذا لأجلها على وجه الأرض لتشرق الأرض بنور هذه الكلمة على يد قائم آل محمد الإمام المهدي عليه السلام لا إله إلا الله عندما تقولها أنت مئة مرة كما جاء في الروايات فإنها تمح كل ذنب عندك تحرث صحيفة سيئاتك فلا يبقى فيها أي سيئة وتجعل السيئات حسنات ويستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائك فورا كذلك الذكر الرابع هو قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من قالها مرة غفر الله له جميع ذنوبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر من قالها مئة مرة فرج الله عنه كربه وهمه وقضى حوائجه مهما كانت ومهما بلغت والذكر الخامس والذي هو يعتبر من الأذكار المهمة والمحبوبة عند الله سبحانه وتعالى الاستغفار استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة الاستغفار إذا استغفرت في اليوم والليلة ألف مرة فاعلم بأن حاجتك مقضية حتما وقطعا إن شاء الله تعالى هذه الأذكار الخمسة هي لديها محبوبية كبيرة عند الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة واقرأ في الروايات عن هذه الأذكار الخمسة كيف قضت لجميع الأنبياء جميع حوائجهم فثق بالله وتوكل على الله فمن وثق بالله راه السرور ومن توكل على الله كفاه الأمور واستمر على هذه الأذكار وسوف ترى المبشرات دائما وأبدا في نهارك وأثناء منامك في الليل برنامج صباحات ولا إيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام موسيقى